ذكر دكتور زكريا أنه ذبائح العهد القديم كانت غير كاملة أو بالأحرى غير كافية للخلاص وهذه الذبائح كانت تشير إلى الذبيح الأعظم الرب يسوع المسيح الذي قال عنه يحن المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم وهذه الذبائح حتى نتذكر عمل الله وأهمية هذا الموضوع الله قدوس الله عادل ينبغي أن يدين الخطية وهذه الذبائح بتذكرنا أن أجرة الخطية هي موت لازم يكون فيه دم لأنه مكتوب بدون سفك دم لا تحصل مغفرة للخطايا يقول رسول بطرس لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى من فضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الأباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب دم المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم فإذا الفداء كان في مخطط الله الأزلي الأبدي كان لازم يقوم في عملية الفداء وإذا نتعلم درس نتعلم عن محبة الله الغير مشروطة محبة الله الأبدية عن العلاقة السامية بين الله الآب والابن الرب يسوع المسيح فارتضى يسوع أنه في ملء الزمان أن يتخذ جسدا والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا ويقول رسول بولوس إلى أهل غلاطية ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين هم تحت النموس لننال التبنى اشتركوا في القناة